اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خليني أرحب بضيفي ونجم هذه الفقرة الشيخ أحمد إبراهيم أحد محبي النادي الأهلي الشيخ أحمد مشرف ومنور مرحب كابتن إسلام ومرحب بكل المشاهدين وكل عملتهم بخير وطبعا مشكور على الاستضافة الجميلة دي سعداء جدا بوجودك معنا النهاردة لكل اللي مش عارف إيه اللي حصل والشيخ أحمد إبراهيم موجود معنا ليه خلينينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم والشيخ أحمد إبراهيم أحد محبي النادي الأهلي مشجعون من طراز خاص الأهلي يسري في دمه كما حال عشاق القلعة الحمراء جمال صوته تقشعر منه الأبدان إنه مشجع الأهلي القارئ الشيخ أحمد إبراهيم حسن الذي خطف الأنظار في مباراة السوبر المصري التي توجب لقبها المارد الأحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة على حساب بيراميلز وظهر في إحدى اللقطات وهو يتابع تفاصيل المباراة عبر الإذاعة بتشجيعه فريقه المفضل النادي الأهلي يتميز الشيخ أحمد بجمال صوته وعذوبته في تلاوته للقرآن الكريم ولديه طريقة خاصة في التلاوة يعمل الشيخ أحمد إماماً لمسجد في إمارة دبي منذ ما يقرب من ثماني سنوات تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وحافظ القرآن كاملاً في إحدى تصريحاته قال الشيخ أحمد إنه تواجد في كل مباريات الأهلي في الإمارات وكل النهائيات التي حضرها كانت تنتهي بحصول المارد الأحمر على البطولة وله مع الأهلي حكاية حب كبيرة استقبل الكابتن محمود الخطيب الشيخ أحمد صاحب اللقطة الأشهر في السوبر في مقر القلعة الحمراء وأهدى قميص النادي الأهلي والتقاط الصور التذكارية مع كأس دور أبطال إفريقيا وسط ترحيب من جميع من ينتمي للقلعة الحمراء الحقيقة الجميع كان في استقبال الشيخ أحمد إبراهيم زي ما حضراتكم شايفين من أول الكابتن الخطيب وكل الحقيقة أعضاء مجلس الإدارة لأستاذ محمد الجرحي حتى عشان ننسيت أقول أنه موجود كابتن ساعد الحفيز كابتن محسن صالح عدد كبير جدا جدا من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أو كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وعدد كبير جدا من محبي النادي الأهلي يعني يمكن جماهلي النادي الأهلي عرفتك يا شيخ أحمد من خلال مباراة الأهلي والبيراميدز في السوبر اللي أقيمت في الإمارات احكي لنا بقى القصة والله هنا على طول حضرت كم مباراة في الإمارات وقبلها حضرت في القاهرة هنا الأهلي والترجي الموضوع اللي كان العودة فيه بتاع إنرامو آه هذا من زمان أنا بحس بالأخير ايه ألفين وعشرة ألفين وعشرة أيوة ألفين وعشرة آه أنا حضرت بقى اللي هو الزهاب اللي كانت اثنين واحد آه كان أحمد فاتح ومحمد فضل لما جابوا لنا الجنين آه فده المصر الوحيد اللي حضرته هنا يعني إيه عجبني موضوع الجمهور والكلام من ده آه ففي الإمارات بقى الأمور ده كان قبل ما تسافر آه 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 في الإمارات الأمور بتكون أسهل شوية أوكي المسافات يعني قريبة شوية يعني وفي مجال يعني فحضرت أنا في العين قبل كده برضو السوبر القبل ده أوكي وآه وحضرت في أستاذ محمد بن زيل قبل كده كمان سوبر ألفين وسبعة وسبعة وسبعتاشر آيو كان أهل وزمالك لكان ضربات الجزاء آيو آه فمتعود يعني على أننا السبنام كلهم آه للأسف آه آه بتاع ضربات الجزاء ليش مشكل طبيعي يعني آه لكن الغالب الحمد لله يعني كان مكسر آه الحمد لله ونا متعود يعني اللعبة كمان لما بتكون موجودة في معسكرات في دبي أو حاجة لازم بنروح بنزورهم ونسلم عليهم بنزور اللعبة في القتال آه طبعا أوكي والكل بيستقبلك بره لا لا محترمين كلهم بصراحة وهو يعني كلهم باشوشين وناس متواضعة محترمين يعني آيو آه وانت بتبقى بتتفرج على المباراة يعني احنا دايما لما بنيجي نتكلم بنقول انت بتتفرج على المباراة من خلال الكاست أو من خلال الراديو بديو قد موجود معاك نعم آه يعني انت دايما اكيد بتسمع مباراة الاهلي كلها أنا متابع الاهلي على فكرة يد وطيرة وسلة كله طيب حلو جدا آه فالسنة دي مبسوط من اليد والسلة والطيرة وكله طيرة شوية طيرة شانزة علانة تمشي ان شاء الله بقى بس فرحونا كتير قبل كده فتمشي الله نورع ليك ده مفرحنا بقى لهم آه لا كانوا مسيطرين هو آخر سنتين بس ممكن شوية وده طبيعي برضه وطبيعي وان شاء الله مجلس الإدارة خلال الأيام القادمة يعني الامبارح والأول امبارح تم الإعلان عن كل الأسماء النشاط الرياضي وفيما يتبقى كرة الطائرة رجال هيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة ان شاء الله خلي بالحضراتكم وخلي بالك شيخ أحمد هو احنا لسه لم يتم الإعلان لأنهم يعني عايزين يجيبوا أحسن حاجة وأفضل حاجة مقبولة أكيد طبعا فأنا متابع بقى من زمان يعني مثلا من الخمسة وتسعين ستة وتسعين كده فأنت عندك كم سنة شيخ أحمد طب جرب كده توقع كده أقول ماشي تسعة وعشرين لا كده مجاملة كبيرة دي يعني هو ستة وتلاتين ولا حاجة ستة وتلاتين ولا حاجة ماشي أدي يعني بس زميل أه طبعا لا أنت أصغر شوية أنا تبنيه واربعين لا أنت خمسة وتلاتين لسه ستة وتلاتين كنت بالعب كورة طبعين أنا كنت بصراحة إيه مبسوط منك بس كنت بزع منك في مرشيات حرس الحدود بصراحة بقى لما آه لما بلعب آه لما روحت بقى مع إسلام رمضان وكده وإسلام أسكندراني ولا إيه لا لما لعبت جنبه يعني آه لكن أنت متابع يعني تقصد آه فأس يعني نمشيها مش مشكلة بعدين أنا اللي لعبت جنبه هو اللي لعب جنبي ده هو أصغر مني بكتير أكيد آه فأنا متابع الأجيال كلها بتاعة الأهل من السن ده كده آه فعصرنا بقى كل حاجة آه الأربع سنين بتوعي أول الألفية وبعدين من أول ما مستر مان والجي كمان وال الفترة الجميلة بقى بتاعت آه كنت أنا في الكلية بقى ضيعتوا علينا محاضرات كتير بسبب المطشات اللي كان بتاع اليابان والصفاقصي طبعا كنت بتروح تسعة الصبحة كان عندنا محاضرات آه لا كان محاضراتنا الضهر المحاضرات لكن المطشات كان بتبقى هنا في مصر الساعة تسعة الصبح أو عشر الصبح لا أنت كنتوا كان عندو كمان مطشات اتناشر ونص وواحدة واحدة كنت بتسيب المحاضرات وتسمع طبعا حتى مطش الصفاقصي كان نفس الموضوع يعني إحنا أخذنا بريك عملت ايه طب في الصفاقصي ده لما لما بوتريكا جابت جون اللهي بص أنا مش عارفة أنا تقريبا كنت قاعد ومعرفش بقيت فين يعني متعرفش اللي حصل اللي بقى حوليك ومعرفش اللي حصل كنت فين ايش خحبا أنا كنت في البيت أنا غالبا لما بسمع حاجة زي كده كنت أهمها برضو مش كبير قوي يعني كنت لسه سواء في قاعد مع نفسي بقى يعني المطشات المهمة دي بتلقيني ايه متوتر قوي لذلك أنا أحب على فكرة يعني لو في مطشات مهمة زي كده أحب أشوفها في الاستاد يعني ما تكون في وسط الجمهور بتبقى قاهدة شوية بتبقى قاهدة شوية لكن لما تبقى تسمع بقى في البيت وكده ومتابع متبعد مشدود ومتدايق وخايف وكده لكن بتبقى براحتك أكتر يعني في البيت برضو لا لا أنا بحب في المدرجات برافو عليك بحب المدرجات إنما في البيت دي بتبقى على عصابك أكتر بتحس يعني صراحة يعني جمهور الأهل كمان يعني يطمن يعني على رأي بتحس إنك ايه في ناس بتكلمك عن متفقلة حواليك وناس كذا وناس كذا فتحس إنك مغير شوية لكن قاعد في البيت أنت بتفكر في حاجات كتير إيه اللي هيحصل طب ممكن إيه سيناريوهات كلها بتجي في دماغك طب أشيخ أحمد أنت برضو فتحت لي سؤال بما إنك متابع لكل البطولات 2006 2020 2023 أنهي أحسن بطولة بالنسبة لك والله هم الثلاثة أحسن من بعض هم الثلاثة دول عندي أغلى ثلاث بطولات لأن كل واحدة فيهم ارتبطت بظروف خاصة بها يعني فمثلاً 2006 نحن كنا كويسين قوي واتصدمنا بالجن اللي جينا فينا في مصر عادلنا واحد واحد أه بالتعادل ده وبعدين تحس إن في المطش اللي كان هناك أنت عملت ضيع وفلافي وكور في العرضة وحرس عمال يشيل وتحس إنك إيه أنت مسك الكورة مفيش حاجة أه وتأخرت قوي فتحس إنك يعني إيه ما خلاص بدأت إيه تي أس كده أه 2020 دي بقى كانت يعني بالصراحة قصة كبيرة كنت متفرج عليها فين 2020؟ في البيت برده؟ أه دي كانت في البيت أه كنت متفرج علي النت أه وبعدين أنا في المواقع سبق شوية قال لك فيه جون تاني أه طب جون تاني المين؟ انت عارف بقى كم ثانية دول؟ أه يعني عادوا مش عايز أقول لك يعني طب الكرة كانت معنا طب راحت من هنا ولا كملت معنا أه واخد بالك بس لما جيل جون بصراحة أنا ما نمتش في اليوم ده فضلت مبصول لأن كان فيه ضغوط شديدة علينا ولو تفتكر ركبتن كان فيه ثلاثة كورونا منهم أليو ديانج أيوة صح وكابتن وليد سليمان صحيح فتحس أن برضو كانوا برضو قال لي ديانج ها شوية ها شوية وما كان عندهم ثلاثة بس يعني لو تخيرني لا أنا ديانجة عندي بكتير يعني اه وكان فارق معنا قوي اه والكرة اللي كان قبلها بتاعت الشاحات اللي ضاعت حسين الشاحات اللي ضاعت اللي جات في العرضة دي اه برضو تحس أن انت إيه يعني برضو سيناريات عمالة تاخدك وتوديك كده بغريبة فإنما البطولة الأخيرة دي على فكرة ثلاثة وعشرين اه أنا بجد يعني مش كلام على فكرة حتى تعامل معي مداخلة من القناة هنا والأستاذ أحمد سامير اه بعد تاني والسوبر فمتكلم عن البطولات قلت له على فكرة والله أفريقيا في المتناول نحن أقوى اه وكنت دائما علومة الرجاء أقوى من الوداد اوكي يعني أنا متابع شوية فأنا كانت قناعاتي أن الرجاء أقوى رجاء أقوى من الوداد اه طبعا يعني يمكن بس الوداد عنده الباكن يعني هم أحسن ما فيه اه فا لكن كفرق يعني نحن أقوى كفرق يعني نحن أقوى طبعا حتى والله لما جاي فينا الجون في مصر أنا زعلت بس إن إحنا ضيعنا كور مش زعلت إن إحنا جابنا جون اه إن جانا فينا جون يعني لكن كنت متأكد وكان عندنا خيارة لا خالص والله حتى المطش الثاني لما تقدموا علينا ووقتي بيضيعوا وكلام من ده كنت شالهان خالص والله كنت هنا أم لا في الإمارات لا كنت في الإمارات اه كنت أعد مع الناس صحابي اوكي مش عاوز أقول لك يعني أنا في أول المطش والله قلت لهم كلكوا أهلوية اه طبعا ميز في أول المطش كان فيه فاول علي معلول اه فقلت له إن شاء الله عبد المنعم هيجيبه النهاردة والله العزيزي اه والله هو كان سبحان الله انا نكلمك بقى بعد كده في المطشات دي على غرفة كل المطشات نكلمك لا يا سبحان الله هو لعب مكتهد ومحترم هم كلهم بصراحة اه وكلهم تعبوا السنة دي فربنا كافئهم أكتر حد بتحبه بيهم بتقوليش بحبهم كلهم طبعا كلنا بنحبهم كلهم بس أنت أكيد في واحد قريب منك كده لمجرد ان انت بتسمع اسمه وتبقى مبسوط بصوا كابتين ياسر حبيبي يعني ياسر على تواصل يعني ياسر براهيم اه حتى على تواصل دايما على التليفون اه ودايما يعني في أي مناسبة اه لا محترم بصراحة حتى جالي في المدرج يوم مطش السوبر بعد المطش؟ اه اه في المدرج له محترم بصراحة ونتواصل ونتكلف كل حاجة وبيسمع مني يعني مثلا اقوله في كذا وفي كذا بيتقبل يعني اه اي حاجة نقد فني يعني في المطش اي حاجة بنتكلم فيه معه اي حاجة اي حاجة بصراحة اه محترم يعني وكل هم احنا احنا يعني ارتبطنا بهم اكتر بقى ليه قابلناهم كم مرة يعني في الامارات وكده ف شوفناهم عن قربة يعني فتحسنهم ما شاء الله كلهم يعني ايه تحسنهم روح واحدة وقلب واحد ونفس الطباعة على فكرة اه يعني قريبين كلهم من بعض شيخ أحمد برضه يعني كيف بدأ حبك للنادي الأهلي يعني إيه اللي حصل عشان تحب النادي الأهلي والله كان في يوم سمعنا يعني إحنا عندنا البلد كلها غالبها يعني المنصورة طبعا معروفة مصر كلها يعني نسبتها كم يعني ماشي كم يعني أنا معرفش كم يعني قول مية واثنين كده مية واثنين مليون يعني مية واثنين مليون من مية مثلا فإحنا عندنا البلد القرية كمان أهلوية أوي يعني فكان في اليوم قرية اسمها البرامون 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 دي تبع مركز المنصورة ماشي ففي اليوم ده قالوا فيه مطش الأهلي والزمالك تمام فدي كانت البداية أنا قعدت أتفرقت على المطش ده نكسبنا اتنين صفر كان الكابتن عسام وفليكس في المطش ده فبدأت بقى خلاص أنت حسيت أنه إيه هو ده أنت كنت رائح يعني مش فارق معك أهلي ولا زمالك ما كنتش أعرف بقى أنا كنت كانت لسه البداية ففتحنا التلفزيون ونتفرج مع الناس بدأ بقى إيه الأهلي والزمالك بدأت بقى أتابع بقى وأعرف بقى اللعيبة اللعيبة آه آه والفرقة ماشية زي وكم نقطة وبدأت أتابع بقى من كده طبعا بقى بعد كده الأهلي والمنصورة في انهاء الكاس ولكلام من ده وطبعا آه بس أهلي والمنصورة بس بردو الأهلي بردو أنت مشاجع الأهلي بردو طبع طبعا طيب تفتكر أكتر مباراة أنت كنت الآن منها آه طوال عمرك يعني فيما يخصنا دي الأهلي بس الحمد لله كسبناه والله هو الحمد لله مش كتير يعني إحنا دائما بنراهن على اللعيبة بتاعتنا يعني آه بس اللي كان لو تفتكر يا كابتن إسلام الأهلي والترجي اللي كان بتاع علي معلول وآجاي علي معلول وآجاي إحنا كسبناه اتنين واحد اتنين واحد اللي كنا متعقلين فيه في القارة اتنين اتنين اه اه فأنا كنت اللي كان 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 قائم كابتن حسام اه حسام بدري اه اوكي في المطش ده يعني احنا اتنين اتنين دي خلاص يعني حسيتنا احنا بره بره آه فمتوقعتش بصراحة ان احنا نكسب هناك وبعدين احنا اتقدموا علينا هما بضربة جزاء أي في آخر الشروط الأول بتاعت علي معلول آه اللي حسابها على علي معلول آه المطش ده كان المطشات الصعبة واللي أنا حسيت ان احنا مش يعني ايه كان الترجي برضو كان فيه قبل بقى يعني ما يبقى يعني ايه يتفرغ من النجوم كده كان كله بقى مجموعة كبيرة مم وكلهم لعبة نجوم مم فكان مطش صعب مم ده كان من المطشات كمان مطش بتاع نهاية الفين وعشرين بصراحة آه وكنت بقى لا بس من الملابسات والظروف اللي قابله آه مش من المطش نفسه يعني آه النادي القلي كان ساعتها محطوط تحت ضغط كبير جدا ولكن بدعوات جماهيره وآه جهد لاعبية ومجلس ادارته وجهازه الفني الامور اختلفت هي كانت كانت تتويج بصراحة للسنة او للجود ده كان برضو جاي بعد 2019 والدوري ده كان صعب آه انه عادل عادل وهادي آه وانا بقول لك عشان انا يعني شوية قريب من بعضهم يعني فنحس ان الناس كلها حباه كل اللاعبين اللي بيلعب ونو بيلعبش آه هو كله بيلعب احنا نعتبر انه ما فيش حد ما بيلعبش يعني ممكن اسم او اثنين لكن الكل بياخد فرص فعشان كده الحمد لله احنا اصاباتنا قليلة يعني الكم اصابة اللي عندنا الاصابات الطويلة للصليب لكن الاصابات اللي العضلية والكلام من ده آه لا ما شاء الله ورغم انك كله بيشارك يعني مش كله ما كانتش بياخد راحات زي قبل كده آه وده كانت الموضوع اللي كان بيداق الواحد آه انك بتلاقي الناس بترايح بالعشر ايوم وخمسة ريوم واثناشر يوم فبينزل ففجأة تلاقي الخلفية لأ مش عارف ايه فتحس ان آه قبل كده يعني آه طبعا فكنت بتعاني من كده آه لكن السنة دي ما شاء الله كله فايق انت بتفنش في الدوري والناس يوقف على رجليها وما فيش اي حاجة واي حد هينزل هي يكسبك صحيح طب برده شيخ احمد آه آه امبالح في المباراة مباراة الكاس وآه فوجة للقال على منتخب السويس قبل المباراة الكل اللي قال لك اصلي دي مباراة مش عارف ايه وسهلا وكذا وكذا بعد المباراة شفت انت بقى الشيخ احمد شاف المباراة ازاي هو الكاس كده ايوه هو الكاس كده يعني ايه فرقة ممكن يعني وحصلت كتير آه انت لان انت مش 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 معاك هما مفيش احد كهكات بينك وبينهم فانت مش عارفهم هو عنده دوافع اكتر منك وبيلعب مريح عنك كتير آه فا ومش هو مش فارق معاه يعني وممكن كرة عادية جدا آه تيجي كده فتدخل في يعني موضوع ده بيبقى قائم على البطولات الكاس شوية ايه فيها نسبة حظ شوية اوكي ومشبت مخطرة اكيد فتلاقي مثلا حتى على مستوى كل الدول يعني مش عندنا احنا بس طبعا طبعا تلاقي الناس اسماء مش معروفة خالص وفجأة اخدت البطولة منين ما وممكن ما تظهرش تاني فانت كنت معرض لحاجه زي كده وده اللي بيحصل في الكاس ان هو ماتش واحد لكن هو كان ماتش على فكرة يعني برضو احنا ضاعت مننا كوار كتير احرزنا هدف وضاع مننا كتير جد اه بس برضو يعني برضو يعني انت برضو بتراين على الفوارق كبيرة برضو الحمدلله اه الفوارق كبيرة ما بين الناس الاهلي و احد تاني الحمدلله الدوري السنة دي بقى شايفو ازاي عمد هنا مباراة يوم الخميس القادم مع البدايات مع البنك الاهلي يعني والله ماتش البنك دايما بيكون ماتش يعني تقيل شويه يعني هم عندهم لعبة كويسة تمام وحس ان بيلعبوا معنا بدوافع كبيرة قوي يعني بس في الاخر برضو تخلص لنا يعني لكن الحمدلله احنا ماشيون كويس فبرضو ما يقلقش ما يقلقش انت يعني خصصا كمان لما بتجيب في الاول بترتاح يعني لما تسجل في الاول المطشق او كده الدنيا بتيهدى معك شوية اه والحمدلله يعني 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 يريحك شوية السنادي ان عندك اه عندك بديل فهما برضو فرقة زي ما قلت لحضرتك عندهم كأفراد كويسين لكن انت برضو عندك جماعيا وأفراد كل يعني انت الجماعية عندك أعلى صحيح شيخاحمد لما الأهلي بيخسر بتعمل ايه بصة كابتل الإسلام أنا كنا زمان في مدرسة المدرسة دي كانت مدرسة داخلية فكنا بنروح مثلا كل أسبوع كان يوم ما يحصل مثلا المطش الأهلي يتغلب فيه أو كنت شاكل وتلاقي بقى تعيط وتزعل ومزاجك يقلب وما تكلمش حد كان كل المدرسة عارف عني كده الأهلي بيعدل المزاج اه طبع فكان كله عارف عني كده في المدرسة أول ما الأهلي يتغلب أو يحصل حاجة زي كده يا إما اللي يجي يكلمك يعني يوثيك أو كده أو يبدع عنك حلش يكلمك في حاجة خالص يسبوك في حالك بس لغاية ما تتعدل بالمطش اللي بعد وبمناسبة وجودك في الإمارات البعض يحاول أو بيقول مثلا شعبات الأهلي في الخليج مش عارف ايه والكلام اللي احنا بنسمعه ما شفناش الكلام ده ايوه والله بجد يعني أنا ما شفتش الكلام ده ومعرفش هي طلعت من ايه نفس النسبة هنا كده مئة واثنين برضه ممكن اكتر شوية كم لا أقول لك شوف الاستاد هو الفايصل ايه الاستاد ماليش دعو بقى من اللي انت بتقوله بره أو كده أو كلام من ده شوف انت بتبقى نسبة كامل كامل في الاستاد وشوف انت لما التذاكر بتاعتك بتنزل في قد ايه بتتاخد التذاكر بتاعتك تمام فده الفايصل في الموضوع وبعدين شعبية أو مش شعبية انا ليه في الاخد هنا من اللي بيكسب بس طبعا هو ده اللي يهمني في الموضوع من اللي بيكسب في نائه من اللي بيفرح جمهوره من اللي بياخد عدد أكبر من البطولات من الفرق كبير بينه وبين اي حد ده اللي فرق معنا الأهلي في أفريقيا يعني انت السنة الجاية تقريبا ما عندناش راحة يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ربنا يكرمنا بالدوري ويخلص هتلعب بعد كده كاس مصر أعتقد وبعد كده السوبر السوبر ليج ثم كاس العالم الأندية اللي تم الإعلان عنه انه هو حيلعب في ديسمبر القادم وقبلها كاس السوبر وبعدها بطولة القوم الأفريقية في شهر واحد ما عندهمش المجموعة اللعبة اللي موجودة ما عندهاش راحة خلال الفترة اللي جاية يعني تقولهم ايه بقى في ضل هذه الظروف والأحداث الصعبة جدا والظروف الصعبة جدا الفترة اللي جاية والله هو الواجب ان احنا ايه هنتعب شوية مطشين ثلاثة نشد حيالنا فيهم وتريح وتريح اه صح بناء على الرحة دي انت هترجع بقى فريش من الأول اه تستعيد بقى قوتك وقدراتك وكل حاجة اه وتفرق معاك لكن يعني انت بقيدك تريح نفسك و بقيدك تخلي فيه لود عليك او فيه يعني حمل عليك زيادة وكده فالموضوع عندك انت كلاعب يعني لكن انت تعبتوا السنة دي وربنا كفئكم يعني ومأسرتوش وكل البطرات اللي دخلتوها ما شاء الله خدتوها و بقيت دوري تتويج يعني السنة وقريب منكم وكلها مطشين ثلاثة وخلاص فممكن تاخدوا بعدها الراحة بقى الكويسة وترجعوا بقى يتفرحون بقى ان شاء الله زي السنة دي كده ان شاء الله شيخي احمد استقبلت قرار الكابت الخطيب في إراحة بعض اللاعبين او 12 و 13 اللاعب من سنة تقريبا نعم لما كان فاضل حوالي 9 عمضات على الدوري واتاخد قرار بإراحة كل استقبلت القرار ده ازاي؟ والله القرار كان ممتاز وكنت عاوز قبل كده كمان يعني ممكن كان قبل كده كمان يحصل لكن كان القرار ده خدم كل الناس دي لان نفسيا قبل حتى البدني هو خلاص حتى لو بدني يوقف على رجله بس انت نفسيا بتتهاجم ونفسيا الناس كلها زعلان منك مش قادر تعيش حياتك ولا قادر تخرج ولا تروح ولا تيجي ففرق معاك طبعا فمستحيل حتى لو انت طب بدنيا انك تعمل اي حاجة لان انت نفسيا واقع فلما تبعد وتبدأ تهدأ يعني فرقت بقى معاها بقى فيه دوافع جديدة وناس عايزة تعوض وكلام من ده انا بشوف ان البطولات اللي اخدها الاليس الفترة دي كانت سبابها الرأسي هذا القرار اه طبع انا شايف كده انا شايف كده بصراحة انه فرقوا كتير يعني فرقوا كتير وكمان فيه ناس خدت فرص قدرت يوقف على مستويات ناس مني يكمل مني كده ففرقت معاك طبعا شيخ احمد يعني وجودك في النادي الاهلي اشرح لنا ايه اللي حصل والامر حصل ازاي وكيف تم التواصل ومين اللي تواصل معاك والدنيا مشت ازاي لغاية لما وصلت للمجلس قدرتين الاهلي والله طبعا بعد المطش المطش السوبر المطش الاهلي والبيرامت تاني يوم على طولك الدكتور محمد سراجة تواصل معايا وكي وبصراحة مشكورا يعني فضل التواصل معنا دايما وقال لي ان شاء الله لما ترجع للقاهرة يكون فيه لقاء في النادي ونتقابل بيك وكلام من ده وكان دايما مستمر يسأل انت هتنزل امتى نزلت كده طبعا كان معرفني انه معرف الكابتن يعني لا اول بصراحة حتى لما انزلت شاعد ذلك انشغلت شويه وانسيت ابلاغ انزلت هو بصراحة مشكورا يعني تواصل معايا وقال لي انت انزلت ولا فين وكانت لفتك كويس بصراحة منه هو انسان خلوقه وانسان على على احترام كبير بصراحة ويعني رتب للموضوع مع العلاقات العامة والنادي هنا دكتور سعد شلبي دون التنفيذ من الليل وبعد كده جيت بقى بصراحة للنادي شايف استقبال يعني جايبين الصور هو استقبال بصراحة يعني كل الناس ناس من ضيافة وناس محترمة وكلهم ناس على اخلاق عالية جدا وهو ده المجلس اللي يلقي بالاهل لما قابلت كابتن خطيب قال لك ايه وقلت له ايه والله انا طبعا يعني كل انك تقابل كابتن يعني دي حاجة كبيرة طبعا مصر كلها ما تختلفش على كابتن الخطيب طبعا كأخلاق وموهبة وكل حاجة طبعا لما توصل للحاجة زي كده انك تقابله وتتسلم عليه ده شيء محترم جدا طبعا حتى والدي الله يحفظه يعني وتصحة دايما كان هو عنده ما فيش بعد الخطيب هو بالنسبة لك بس بعد كده ما فيش بقاسك انت تقنعه وتقنعه وتجيبه شمال ويمن هو ايلك هو ده حتى هو كان معي في الزيارة بصراحة اه طبعا لما قابلته طبعا يعني شكرت على الاستقبال وعلى يعني طبعا انا كنت شايف فيه ضغوطات في اليوم ده يوم التجديد بقى للكل كان كله اعلن ده وشك حلو في كل حاجة اه معلشان بس كله يعرف بقى مين كان السابق اه فقابلته بصراحة قلت له حتى وانا بتسلم بقى في الاخر يعني بتعزين صفقات بقى وكده اه واتمنى لنا التوفيق طبعا هو كان بيقولك يا بسم الرحمن لا هو رحب بي يا والله في النادي وكده وكده يعني لا انت بتحس من السلام يعني ان كان انت ايه بتسلم اللي هو السلام اللي ترحيب فعلا او سلامه خلاص اللي هو الشرفي وخلاص لا لكن خلوقه يعني صبور وعنده لا يعني هو شخصية تانية غير يعني اه فمهما يعني المقابلة معه بقى غير ما تسمع عنه او كده يعني اه طبعا بنشكوره على اللافتة الطيبة جدا في ظل الارتباطات والانشغالات بتاعته اه وطبعا نتمنى له التوفيق في اللي جاي كله ان شاء الله ال لقد دلوقتي حابب توجه بقى رسالة لأي حد من جمهور الاهلي لأعضاء مجلس دورة الاهلي للعبين للجهز الفني اي حاجة يعني انت دلوقتي شاشة قلاتنا دلاله مفتوحة الشيخ احمد ابراهيم ويعني اخر حاجة بنقولها في هذا الامر لو قدامك الشاشة وكل جمهور الاهلي بيسمعك وكل اللاعبين يعني كلهم عملين يبعتولي فيعني مبسوطين جدا بوجودك معنا والله اولا احنا بنشكر القناة على الاستضافة الجميلة دي وطبعا مبسوط ان انا يعني قابلت حضرتك طبعا لا يا خليج ده شرف لي الله يحفظك طبعا في البداية الشكر لله اولا طبعا تاني حاجة للأسرة كلها الناس اللي تعبت في تربيتي والناس اللي مكملة معايا يعني زوجتي واولادي وكلهم يعني ربنا احفظهم جميعا وتعبوا كتير معايا طبعا يعني قبل ما تكمل وتحملوني بصلاح مش هسألك اهلوية لا مش اهلوية لان انا عارف اجابة طبعا لا بده بالامر المباشر لا لا ما فيش بس احنا واخدينها كده برضو يعني احنا واخدينها كده بس يزاد الموضوع عندنا يعني فالله يحفظك وطبعا الام والاب يعني والدي والدتي طبعا يعني هما سبب يمكن دعواتهم يعني انت تعرف كل مطش فيه كم الف في الاستاذ فكون ان انا اللي اظهر وان انا مثلا ان يكون لي اهتمام من الناس طبعا ده بسبب دعواتهم وربنا يحفظهم يعني طبعا تاني حاجة طبعا اللي حصل بقى ده كله ده عشان انت من جمهور الاهلي فليك الشعبية دي ما كنت ستوصل لكده باشكل مجلس القادرة طبعا على الدعم للعيبة وعلى الاستقبال لي كواحد من الجمهور ودي لفتة تبين ان اهتمامهم بالجمهور طبعا قبل اي حاجة اه اتمنى التوفيق طبعا للعيبة كلهم ودايما يفرحونا كده والجهاز الفني طبعا ان شاء الله يكمل معنا على خير وان شاء الله دايما دايما نتقبل في البطولات ونكون كلها ايامنا كلها اعياد كده ان شاء الله ومبارك عليكم العيد وربنا تخبر منكم صالح الاعمال يا رب قبل ما نختم اخر حاجة بقى بما انه بكرة وقفت عرفات تقولنا ايه لو عايز تقول اية قرآنية عايز تقول حاجة زي ما انت عايز لا اقول لي انت لا اقول لي انت عايزه مش اللي انت عايزه والله طبعا ولغتم بقى اي قرآنية تبقى لطيفة طيب وطبعا بكرة وقفت عرفة طبعا الكل يعني عارف السواب الصيام في اليوم عرفة طبعا انه بيكفر سنتين وان ان شاء الله كده ندعي لبعضنا وكما قال نبي صلى الله عليه وسلم افضل وما قلت انا والنبيون من قبلي لا الى الا الله وحده ولا شريك له لو الملك ولو الحمد وعلى كل شيء قدير ده من افضل الادعية في يوم عرفة ونرجو من الجميع طبعا ندعي تدعولي وندعي لبعض كلنا ان شاء الله والصيام اليوم ده زي ما قلنا بيكفر سنتين وربنا تقبل منكم صالح الاعمال ممكن نقرأ اية كده او حاجة فضل طيب نقرأ انت فاجئتين ليه انت عايزه يعني فكر والاية اية عن الحج بس طيب تماما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوا واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم شكرا جزيلا يا شيخ أحمد شرفت ونورت سعداء جدا 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 بوجودك معنا ويعني من أحلى الفقرات اللي الواحد عملها خلال هذه الفترة شكرا جزيلا على وجودك معنا وتشرفنا شكرا جدا جزيلا على وجودك معنا الله يحفظك ونبارك فيك وبشكل لحضرتك ونطلق شكرا جزيلا حنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل أحمد سابت وكريم سعيد في ضيافة البيت الكبير شكرا جزيلا للمشاهدة